السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من قناة كورشيت مع رندا. فيديو نهاردة ان شاء الله هشرح معيكم طريقة عمل جراب او شنطة كروس سهلة وبسيطة جدا بغرزة العمود بلفة. ما فيهاش طبعا اي مشاكل. الخمالة اللي هنستخدمها مع بعض هستخدم معيكم خيط مكرمية او خيط النول زي ما احنا شايفين. هي بتكون متوسطة الصمك. فيه طبعا فيه سماكة ادخن من كده. لو حابين تستخدموها مفيش مشكلة. ولو حابين تستخدموا الخيط الصوف السميك بردك مفيش مشكلة. وهستخدم اعياء ابرا رقم اربعة ونص مليميتر. والولاعة طبعا بقفل بيها اطراف الخيوط علشان خاطر ما تفكش معي. والمقص بتاعي. الالوان طبعا ترجع لكم. انا بحب استخدم معاكم بس في التطبيق الالوان الفتحة علشان خاطر تكون باين معاكم في التصوير. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول حاجة بعملها بسيب مسافة من الخيط وبعمل عقد البداية. هلف حلقة على الهو بالشكل ده. هدخل في الحلقة دي. وهلف الخيط على الابرة واصحابه من الحلقة. هشد الخيط كويس جدا. وبقفل كده بالشكل دوت عقدة البداية بتاعتي. آآ العرض او طول السلاسل اللي هشتغلو هيتوقف عليه عرض الجراب او المسافة بتاعت الجراب بتاعتي. او الشنطة اللي احنا محتاجنا. انا النهاردة نشتغل مسلا لو حابين تعملو شنطة كروسة هتكون ما بين خمستاشر او عشرين سلسلة. حسب طبعا المقاس اللي انتوا حابينه والعرض الشنطة اللي انتوا حابينه. لكن النهاردة هنشتغل جراب بسيط للتليفون او للموبايل. فهنشتغل عشر سلاسة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة عشر. ده هيكون عرض الجراب بتاعي او الشنطة الصغيرة بتاعتي. زي ما اتفقنا لو حابين ان انتوا تعملو خمستاشر او عشرين هتكون ضيع في السلاسل دي. وهتكون شنطة كروس سهلة وبسيطة جدا لان احنا ننزل بيها في اي مكان او نخرج بيها في اي مكان. اتفقنا هنشتغل بغرزة العمود بلفة. هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين ثلاثة. وفي نفس المكان اللي انا وقف فيه تاني هشتغل غرزة. وهكمل على السلاسل بتاعتي. زي اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. بلف الخيط على الابرة وبدخل في السلسلة اللي هشتغل فيها. ولف الخيط واخرج. معي تلات حلقات. ولف الخيط واخرج من حلقتين. ولف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده بنعمل مراجعة سريعة على غرزة العمود بلفة. بيكون معي حلقة على الابرة. ولف الخيط تاني. بقى معي حلقتين. وهدخل في الحلقة اللي هشتغل فيها. ولف الخيط واخرج. اصبح معي تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين. ولف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين. وبفضل طبعا اشتغل لغاية ما بوصل لاول سلسلة انا اشتغلتها. بالشكل ده. ودي اول سلسلة اهي. احنا اشتغلنا. زي ما انا مش هطلع لفوق وهشتغل تاني في نفس السلسلة كمان مرة. احنا كده اشتغلنا في الاول السلاسل بتاعتنا. ارتفعنا تلات سلاسل وفي نفس الفراغ اشتغلت مرة كمان. يبقى اشتغلت مرتين. وفي السلسلة الاخيرة برضك باشتغل مرتين. بالشكل دوت. وبعد كده هبوح بعد كده للسلاسل اللي بعدها اشتغل تاني بشكل طبيعي. بالشكل ده اهو. بس نكمل السلاسل بتاعتنا. باشتغل قصات كل غرزة بغرزة زيها. لغاية ما بوصل لاول غرزة. بالشكل ده بغرزة العمود بلفة. انا ما عملتش اي حاجة مختلفة. انا بضلت ماشي بالشكل دوت. كل اللي انا عملته مختلف ان انا اشتغلت في اول غرزة مرتين. ارتفعت بالتلات سلاسل واشتغلت عمود كمان في نفس الفراغ. ولما جيت لاخر سلسلة اشتغلت اتنين عمود بلف. وكملت زي ما احنا شايفين من الاتجاه التاني على كل الغرز اللي قصادي. قدام كل غرزة او فوق كله سلسلة غرزة زيها. بغرزة العمود بلفة ورجعنا عليه. بشتغل طبعا لغاية ما بوصل لاخر غرزة عندي. اهي. وبعد ما بشتغلها بقى في الفي تالت سلسلة اتفاع انا ارتفعتها. بغرزة منزلجة. بالشكل دوت خلاص انا عملت لنفسي قاعدة او الجزء الاول من الشنطة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. باشتغل بقى بشكل طبيعي جدا. انا في كل ما بوصل انا بعد ما قفلت منزلجة ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهروح اشتغل في الغرزة اللي بعدها طبعا التلات سلاسل اللي ارتفعتهم مش اشتغل فوقيهم تاني. هروح للغرزة اللي بعدها في حرف الفي عادي خالص. بيكون حرف الفي معي على الابرة. هدخل والف الخيط واخرج. والف الخيط واخرج من حلقتين. والف الخيط واخرج من حلقتين. وبكمل الراوند بتاعي كله بالشكل دوت. بدخل في حرف الفي وباشغل غرزة عمود بلفة. زي ما احنا شايفين اهو. وبفضل ماشية بشكل كده داير داير. ما بوقفش الشغل بتاعي خلاص. ونفس العدد معايا بيكون سابط خلاص فيه كل الاسطر اللي هنشتغلها في المرحلة اللي جاي. بشغل بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين. بغرزة الحشق اه غرزة سوري العمود بلفة. فوق كل غرزة غرزة زيها. لغاية ما بوصل طبعا لبداية السطر بتاعي انا كده زي ما احنا شايفين وصلت للطرف دوت. بشتغل عادي خلاص. لاني انا كده كده بشتغل على الدوران بتاعي. الموجود قصادي. الغرز كلها الموجودة قصادي. في الاتجاهين بشكل طبيعي. حجم الشنطة او حجم الجراب بيرجع طبعا لنا في الاول في البداية بنحدده حسب ما احنا حابين العرض اللي احنا حابينه. وبنشتغل بعد كده بشكل طبيعي جدا بس على شرط ان اول غرزة او اول سلسلة بنشتغل فوقيها مرتين واه اخر سلسلة بنشتغل فوقيها مرتين وبرجع اشتغل على السلاسل تاني من الاتجاه التاني. زي ما شفنا مع بعض. انا حابة بس اكمل معاكم ده. بالشكل دوت. لغاية ما بوصل طبعا لاخر غرزة موجودة عندي في السطر. كده الفضل دي. ودي. اخر فراغ دوت ده مش غرزة. ده بيكون المسافة اللي انا بقفل بيها الغرزة بتاعتي. ازا انا مش هشتغل اخر فراغ. بقفل بمنزلقة فيه تالت سلسلة احنا ارتفعناها. بالشكل دوت لف الخيط واخرق. واخرق كمان من الحلقة الموجودة معي على الابرة. بالشكل ده انا ببقى قفلت طبعا الجراب بتاعي من الجنبين. وبفضل ارتفع طبعا الارتفاع اللي انا حبيه. ارتفع بقى خمس سطور ست سطور عشر سطور ايا كان بقى الارتفاع اللي احنا حابينه. آآ بطول الموبايل او بطول الجراب اللي احنا حابينه. بارتفع بنفس الطريقة ان انا بارتفع تلاتة سلسلة. نين? تلاتة. وبالف الخيط وبدخل في حرف للغرزة اللي بعدها على طول ما بدخلش في نفس المكان اللي انا ارتفعت فيه. بدخل في الغرزة اللي بعدها. الف الخيط وبخرج. بيكون معي تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين. وبعد كده بلف الخيط وبخرج من حلقتين. وبكمل طبعا لغاية يعني بمشي على كل الغرز بتاعتي كده بالشكل ده. لغاية ما بوصل للنهاية هنا. بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شفنا. هكمل الارتفاع اللي انا حبا من الطول بتاع الجراب الخاص بينا. وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا اكتفيت بالارتفاع ده. وات ارتفعت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. حابين طبعا نرتفع بنرتفع براحتنا خلاص ما فيش مشكلة. وطبعا في نهاية الراوند بتاعي احنا طبعا بعد ما خلصنا اتفقنا ان المكان ده الفراغ ده انا باشتغلش فيه لان دوت مش مكان غرزة ده الغرزة المنزلقة اللي احنا قفلين بها علشان ما نزودش العدد معين. كده احنا طبعا كان معينا اتنين وعشرين غرزة عمود بلفة. ارتفاع التالت سلسلة ارتفاع احنا ارتفعناها هدخل وهقفل بغرزة منزلقة. معي حلقة على الابرة بلف الخيط وبخرج. وبخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة. في المرحلة اللي جاية المفروض ان احنا خلاص بنبدأ نشتغل الغطة اللي هو بتاع الجراب او شنطة اللي هي شنطة الشنطة الكروز بتاعيها. اتفقنا طبعا احنا بنفس الشكل دوت بنعمل منه شنطة كروز بس اللي اختلاف معنا هيكون في عدد سلاسل البداية. في المرحلة دي هرتفاع من نفس المكان اللي انا فيه تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهتبقى اشتغل الجزء دوت بس من الغرز ومش هشتغل الوش التاني هنشوف دلوقتي ازاي. هنروح لتاني غرزة اهيه. كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. انا بحاول اكون بطيئة معكم. عشرة. حزة واشر وان شاء الله هنعمل مع بعض اكتر من فيديو لتعريف طبعا الى اساسيات الكروشيه وكمان بعض غرز الكروشيه الاساسية معنا. كده احنا اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر. هشتغل كمان غرزة اتناشر ومش هكمل بقية الغرز بالشكل دوت. عشان انا عايزة جزء دوت يغطي على الجزء اللي تحت ده بالشكل ده. طيب. انا مش عايزة الغطب بتاعي يكون كله جاي بالشكل ده بنفس الشكل. انا عايزة يبدأ يديني يجي من فوق كده بشكل بميل يديني شكل التمانية من فوق. طب هعمل ايه? من نفس المكان اللي انا وقفة فيه. مش هرتفع اي سلاسل. وهروح لتاني غرزة على طول. وهشتغل غرزة العمود بلفة بتاعي. وهكمل. بس من الناحية دي زي ما احنا شايفين. بعد ما لفيت طبعا الشغل بتاعي. هرجع تاني قرر معكم الخطوة دي عشان ممكن تلغبط اي حد فيكم. احنا خلاص. اخر غرزة اشتغلناها ايه? هلف الخيط بتاعي او هلف الشغل بتاعي كله. بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة. مش هرتفع تلات سلاسل ومش هشتغل في اول فراغ. هروح لتاني فراغ على طول. واشتغل الغرزة بتاعتي. غرزة العمود بلفة بتاعي. بشكل طبيعي. بالشكل ده وقت انا عملت اختصار في اول غرزة. بشتغل. لغاية ما بوصل طبعا للنهاية. بالشكل دوت. احنا ما زلنا حتى الان شغالين بغرزة العمود بلفة ما فيش اي اختلاف. بغاية ما بوصل للنهاية. بشتغل الغرزة دي ومش هشتغل الغرزة الاخيرة. يعني قللت غرزة من بداية الراوند اللي انا عملت فيها تناقص هنا. وقللت واحدة من النحية دي. تاني هرجع. الف شغل بتاعي النحية دي. ومش هرتفع سلاسل وهلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده على طول اهو. وهشتغل الغرزة بتاعتي. وبفضل اشتغل لغاية ما بوصل طبعا للاخيرة ما بشتغلهاش بالشكل ده. يعني بعمل تناقص في اول غرزة وفي اخر غرزة. بشتغل طبعا لغاية ما بوصل لاخر غرزة عندي. دي اخر غرزة اهي هشتغل بالشكل ده هنا. ودي الاخيرة والفراغ دول طبعا انا مش هشتغل. بكرر هلف الشغل التاعي كده. وهلف الخيط واروح للغرزة التانية. بشتغل. وزي ما احنا شايفين وغرز بتاعتنا قلت عن العدد اللي احنا بدأنا بفضل بشتغل بنفس الطريقة دي. بقلل اول غرزة وبقلل اخر غرزة موجودة عندي في السطر. زي ما احنا شايفين. هلف الشغل بتاعي. وده اخر سطر هعمل فيه تناقص. هلف الخيط وادخل هنا. اتنين. ايه تلاتة. اربع. في المرحلة اللي بيكون فيها معي اربع غرز زي ما احنا شايفين اهو. بلف الخيط بتاعي. الشغل التاعي كده. وفي المكان دوت هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. وبروح لأول غرزة. انا هسيب طبعا واحد اتنين واروح لرقم اربعة. هقفل بغرزة منذلك. بالشكل دوت عملت المكان اللي احنا طبعا هنقفل به من الناحية دي. طيب. هل يا ترى انا خلاص هوقف شغلي على كده وخلاص اكتفيت? لا. انا عايز اعمل اطار للجزئية بتاعتي دي كلها. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع سلسلة. وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت. وهاشتغل داخل الفراغ دوت بغرزة الحشو. انا ارتفعت سلسلة ارتفع غرزة الحشو. بدخل والف الخيط واخرج. معي حلقتين. الف الخيط واخرج منهم. بفضل طبعا اشتغل على الجزئية دي بدون عدد. لغاية ممليها كلها خالص. ويبقى شكلها حل. معي حلقة على الابرة. بدخل الفراغ. ولف الخيط واخرج. معي حلقتين. ولف الخيط واخرج منه. وبفضل شغالة بغرزة الحشو بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. الخيط احيانا بيكون في بعض العيوب او ربطات. بنقصها. ونعملها بالولعة بحيس ان هي. ما تفكش مننا خالص. ولو انا كمان بربط الخيط او ببدأ اشتغل به من اول وجديد. بعمل نفس الطريقة. طيب انا كده اشتغلت الجزئية دي اهي اشتغلت فوقيها بشكل كويس. دلوقتي وصلت للعمود بلفة بتاعي. احنا على الطول كده. ده طول العمود. العمود بيكون ارتفاعه تلاتة غرزة. هشتغل فوقيها تلاتة غرزة. يعني بدخل من تحت العمود كده واسحب الخيط واخرج. كده واحد. اتنين. تلاتة. فيه فراغ هنا. بدخله. بشتغل فوقي غرزة. طبعا المكان المكان الاختصارات بتاعتنا هنلاقيه فراغ واحد. بدخله. واشتغل غرزة بالشكل ده. وهكزا. ده فراغ بدخله واشتغل غرزة. اهي قابلني عمود بلفة كامل. بشتغل فوقيه تلات مرات. بغرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة بدخل من تحت العمود ورفعه وادخل والف الخيط واخرج من تحته. كده تلاتة. هيقابلني فراغ زي ما احنا شايفين اهو مش عمود. هدخل واشتغل فوقيه مرة. ده بردك هنلاقيه فراغ واحد. اختصاره هدخل واشتغل فوقيه غرزة واحدة. بعد كده هنلاقي فراغ. هدخل واشتغل فوقيه غرزة. هيقابلني عمود بلفة. هنشتغل فوقيه تلات مرات. ادي واحد. اتنين. تلاتة. بلف شغل بتاعي كده. بيكون الشكل زي ما احنا شايفين طبعا الجنب دوت احنا اشتغلناه اهو. لسه طبعا هنلف نشتغل كده ونطلع ونطلع تاني للجنب ده وبعد كده هنقفل بمنزلقة. هيقابلني غرز عمود بلفة عادي خالص. باشتغل فوق كل واحدة فيهم. غرزة حشو. كده اهو. فوق كل فراغ. بدخل وباشتغل غرزة حشو واحدة. لان احنا كده خلاص فوق كل العمود بغرزة زيها. غرز الحشو بالشكل ده. بفضل اشتغل بغرز الحشو فوق الغرز القصادي دي. زي ما احنا شايفين. دي اخر غرزة اهي. باشتغل فوقيها مرة. وارجع تاني بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهو هشتغل على الاتجاه ده بنفس الطريقة. هيقابلني غرزة عمود بلفة بشتغل من تحتيها كده فوقيه تلت مرات حشو. هيقابلني فراغ زي دوت صغير باشتغل فوقيه مرة بعد كده ده عمود بلفة كامل هشتغل فوقيه تلت مرات. والفراغ مرة والفراغ اللي بعضه مرة. وهكزا لما بيقابلني عمود بلفة طبعا هشتغل فيه تلاتة واي فراغ بشتغل فيه مرة بكمل المنطقة دي زي ما عملت هنا وهرجع لكم. راجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص اشتغلت الجزئية دي كلها. وصلت هنا مفروض خلاص دي اول غرزة انا ارتفعتها هدخل فيها في عارف وهاشغل غرزة منزلقة انا بسحب الخيط وبخرج من الحلقة من الغرزة ومن الحلقة كمان اللي على الاب. المرحلة دي انا كده خلاص خلصت الجراب بتاعي كامل مفضلش غير اني اعمل طبعا ايه الايدين بتاعته او السلسلة اللي احنا بنمسك الشنطه بتاعتنا منه. انا طبعا مسكة طرفين الخيط قبل ما سيب طرفين الخيط من ايدييا. لازم اقفلها بالولاعة. علشان زي ما احنا شايفين ان خيوط المكرمية بتكون خيوط رفايقة مرفوفة على بعضها. بتكون تلت لف تلات خويط تلت فتلات ومرفوفين على بعضها. لو انا صيبت الخيط بتاعها من غير ما او احرقوا بالولاعة هيفك الخيط مني زي ما احنا شايفين اهو ويبوز مني مش هيكون مزبوط. المرحلة دي هسحب الخيط خلاص اللي تبقى مني جوه كده. وبعد كده باجي الفتلة اللي افضلت مني. بدخلها من تحت كده بالشكل ده تحت الغرز. لغاية طبع ما بخفيها خالص. وفي النهاية خالص خالص خالص. انا بعملها بس بالولاعة كده حاجة بسيطة. وبلزقها في اي طرف موجود عندي. الشكل دوت الشغلة بتاعي بقى نظيف وممتاز. وثابت بشكل جيد. ده بيكون طبعا شكل الجيرات بتاعي قبل ما عمله الايد بتاعته اهو. بنجيب طبعا اي زرار احنا حابين نركبه. وبنخيطه في المكان دوت. ممكن نجيب العاب زي دي كده. ممكن نجيب الزرار دي بتتباع طبعا في المحل او في المعرض اللي بنشتري منه الحيوط. بقى خيطها عادي بخيط وابرة. وبيكون ده المكان طبعا اللي هي ايه? بنقفل مني. حابين تحط الطانع من جوه. مفيش مشكلة بنحطها. حابين تسيبوه زي ما هو كده حاجة بسيطة وسيمبل كده بسيطة جدا. عم مفيش مشاكل. باجي عشان اركب الايد بتاعتي بسيط مسافة من الخيط. ولف حلقة بالشكل دوت. وفالمكان اللي انا هركب في الايدين بتاعتي باجي في الطرف هنا خالص فاول غرزة هدخل وهقفلها عقدة الحلقة دي هلفها كده عقدة. واسحبها من داخل الشغل بتاعي بالشكل ده. وبرتفع واحد اتنين تلاتة. وبروح اشتغل في الفراغ اللي بعده غرزة عمود بلفة. بدخل في حرف وطبعا طرف الخيط هخليه معايا هنا. ولف الخيط واخرج. واشتغل غرزة عمود بلفة عادي خلص الف الخيط واخرج من حلقتين. ولف الخيط واخرج من حلقتين. بتكون دي اول طبعا غرزة عندي في الصدر. المفروض ان انا بافضل اطول بنفس الطريقة دي. هرتفع تلاتة سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه. واحد اتنين تلاتة. والف الشغل بتاعي كده. وهدخل الف الخيط بتاعي وادخل في الفراغ دوت. هشتغل غرزة عمود بلفة. الف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين. الف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل دوت هو عملنا تاني راوند. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه تلاتة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة. هرجع تاني. الف الشغل بتاعي الناحية دي. يجي للوش ده. هدخل في الفراغ نفسه هنا. دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هلف الخيط واخرج من تحت. ولف الخيط واخرج من حلقتين. ولف الخيط واخرج من حلقتين. بشتغل بالطول اللي طول الايد اللي احنا محتاجينها بالطريقة دي طبعا الخيوط زي ما انا وردكم ان انا بافضل ادخلها. سوري انا مش هنا. الخيوط اللي بتبقى زيادة معي. بدخلها تحت السلاسر والحلقات كده. وبعد كده بسيحها بالولعه. بس بسبتها في اي مكان من الاماكن بحيس يكون الشغل بتاعي نضيف. بشتغل طول الايد بتاعتي بنفس الطريقة دي. ولما بوصل طبعا للمكان التاني. انا بس حابة اشتغل شوية. هشتغل شوية ارتفاع ايد علشان اسبت معاكم الطرف التاني الناحية التانية وليكم هسبته ازاي. هكمل شوية من ارتفاع الايد بنفس الطريقة اللي شرحتها لكم وهرجع له. راجعت لكم تاني. بالشكل ده انا اشتغلت خمستاشر دور زي ما احنا شايفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر خمستاشر. في المعتاد لما بشتغل طبعا طول السلسلة دي للجراب بتاعي او للشنطة كورس بشتغل خمسين سطر. يعني خمسين واحدة من دي. وبعد كده باجي بعد طبعا السلسلة بتاعتي بالشكل دوت. يعني ما جيش هلاقي مسلا سلسلة بتاعتي معوجة واجي اشبك لأ. بعدلها بالشكل دوت. انا عايزة اشبك من الطرف دوت فانا وقفة يعتبر. بصوا عشان تفهموني. انا مفروض ان انا اشبك كده. خلاص في المكان دوت. طب المكان دوت مش هو اللي فيه شغل. خلاص هشتغل كمان عون. واحد اتنين تلاتة وهلف الشغل بتاعي كده. وهشتغل هنا الغرزة بتاعتي. يبقى انا كده جيت الناحية دي. بعدلت الشغل بتاعي اهو. جيت الناحية دي هاجي. هجيب. انا هنا وقفة. فاول غرزة موجودة عندي. بسبت فيها. هدخل واسحب الخيط. واسحب الخيط كمان من الغرزة دي. واروح هنا ادخل في الفراغ ده. النص كده هدخل. وهدخل كمان في الغرزة اللي بعدها. حارف اللي دي. اسحب الخيط واخرج. واخرج كمان من هنا. واخرج كمان من الغرزة بتاعتي دي. تاني. هسيب بقى هنا مش هدخل في حاجة. وهدخل في الغرزة اللي بعدها. هسحب الخيط من هنا ومن هنا. بس كده للتسبيت مش اكتر. بعد كده بقص الخيط بتاعي وبنضافه طبعا بالطريقة اللي احنا طبعا نعرفها. اللي واردها لكم قبل كده. وبيكون بس طبعا انا زي ما اتفقت معاكم. بتكون ايد الشنطة بتاعتي خمسين دور. بتكون طبعا اطول من كده. وبنخفي بعد كده الخيط بتاعنا تحت السلاسل وبنقفله بالولاعة. عشان بس انا لسه اكمل فمش حابة ان انا اقص الخيط وبوزه. بالشكل دوت. وبركب خلاص بقى الزرار بتاعي. بخيط بخيط وابرة عادي جدا. وبيكون شكل الجراب بتاعي بالشكل دوت. زي ما احنا شايفينه. حاجة بسيطة جدا وممكن نستخدمها جراب. ممكن نستخدمها شنطة كروس. ممكن نستخدمها اي استخدام زي ما احنا شايفين. قد اي شيك وجميلة وسهلة. دي كانت فكرتي النهاردة اتمنى يا رب انها تنقول اعجابكم. لو اعجابكم الفيديو عملوا لي لايك وشيروا صبشربوا وصنعوني وديو دي اتمنى كروسي وشيروا